السلام عليكم ورحمة الله أنا المصور النواف اليوم معنا مراجعة خفيفة وظريفة وجميلة عليها عدسة السيجما 105 ملمتر دي جي دي ان ماكرو العدسة هذه الخرافية هنتكلم عنها اليوم هنشوف ايش الاجابيات ايش سلبيات ايش ممكن تقدمنا هذه العدسة بس قبل لا نبدأ لا تنسى تشترك في القناة وتعطيني لايك على هذا الفيديو ولا تنسى تفعل جرسة تنبيه عشان نوصل لكل جديد اول باول وخلونا نبدأ هياكم الله اول شي خلونا نتكلم عن الجودة الي مصنعة منها هذه العدسة مجرد ما تمسك العدسة ومجرد ما تشوفها هتشوف الجودة الي مصنعة منه هذه العدسة بصراحة جودة عالية خامة متينة اكس العدسات الي ممكن تكون ارخص لكن ما حتلقها بهذه الجودة يعني لو نجي نشوف حتى بهذا الشكل ما نسمع لصوات المزعجة في العدسة تشوف العدسة جودة متينة خامات عالية الزجاج حتى المصنوع منه العدسة زجاج بالع جودة وهذا المأهود من عدسات الارت في سيجما طبعا إيش هي عدسات الارت في السيجما باختصار هي الفئة الفاخرة في السيجما زي مثلا ما نقول فئة الال في كانون وفئة الجي ماستر في سوني هذه برضو في سيجما هي الفئة الفاخرة اللي هي الارت فبأمان الجودة أو الخامة اللي مصنعة فيها العدسة شي على مستوى كواليتي جدا عالي ومجرد ما تشوف العدسة وتلمسها ستحس بالأمر هذا طبعا مع العدسة أول ما نأخذها حجينا في حقيبة بهذا الشكل يعني يوضح لك مدى الفخامة والجمالية اللي تجيك فيها هذه العدسة والاهتمام بأدق التفاصيل من عدسة سيجما في فئة الارت وطبعا عندنا هذا الهود يجي مع العدسة أنا من الناس بأمانة اللي أستخدم الهود هذا لحماية الزجاج العدسة بحث أنه لا سمح الله إذا سقطت مني العدسة ما يكون فيه خدوش أو كسر للعدسة وبالنسبة لمواصفات العدسة يجينا بتسعة شفرات وفتحة عدسة 22 إلى 2.8 ويجينا مقاس الفلتر 62 وأقرب بعد بوريا وأقرب نقطة ممكن نتصور منها الشيء اللي تحتصوره هي مسافة 29 سنتيمتر لو جاءنا نتكلم عن الحجم أوكي أنت مجرد ما تشوف العدسة تتوقع أن الحجم هيكون ثقيل بما أنه العدسة كبيرة الحجم تقريبا 715 جرام أنا ما شوف أنه العدسة ثقيلة بالعكس شوفها ممتازة خاصة مع كاميراتي اللي هي السوني اس اي فن سي حيطيني توازن برد كاميرا والعدسة بحيث أني لما أمسك الكاميرا أو حابة صور هيكون في ثقل شوية بحيث أنه أقدر أسيطر على الكاميرا ما تكون مرة خفيفة ولا ثقيلة في نفس الوقت فيكون التحكم عندي أسهل وفي مرونة وسهولة من الأشياء الجميلة في هذه العدسة اللي هي الأزرير تسهلك العمل مثلا عندنا هنا زر الفوكس نجد أن نخلي الفوكس مانول أو أوتو وعندنا برضو اللي هو التحكم في البعد البؤري الفل أو أنك تبتصور مثلا ببرتري أو تبتصور أقرب نقطة تاخذ منها فوكس هذا الأمور تقدر تشتغلها هنا وعندنا هنا برضو التحكم بشكل أفضل لموضوع اللي هو فتحة العدسة نقدر من هنا نغير فتحة العدسة مثلا عندي هنا اللي هو الـ 22 وأقدر أغيرها إلى 2.8 بشكل سهل وسريع بدأ ما أروح للكاميرا خلاص من هنا العدسة أقدر أتحكم في هذا الموضوع هذا شي جدا جميل في العدسة في شي مهم جدا هو الفوكس في العدسة طبعا عندنا إذا كنا نصور على المنوان هنا عندنا المساحة الكبيرة هنا لموضوع الفوكس نتحكم فيه ونتحرك فيه لكن شي الجميل هنا في العدسة أنه الفوكس سريع جدا على عكس المعتاد في عدسات الماكرو لأنه يكون الفوكس بطيء لا هنا الفوكس جدا سريع والفوكس سايلنت يعني ما حيكون فيه صوت زعاج إذا كنت تصور فيديو مثلا ما حتسمع صوت الفوكس هو رايح وهو جاي لا الفوكس تقريبا سايلنت هنا وبالتالي ما حيشكل لك أي زعاج الفوكس سريع حتى لما تجد ترقط أقرب نقطة الفوكس ما هو بطيء الفوكس سريع وهالشي اللي أنا لاحظه من خلال استخدامي طبعا الفوكس لما تكون من نقطة قريبة جدا حابة أنك تاخد فوكس دقيق الأفضل أنك تصوره على وضع المانول ويكون تكون الكاميرا مثلا على الترايبود أو تكون ماسكها وتحاول تضوط الفوكس بشكل مانول لكن إذا كنت وضع الأوتو برضو حيكون معاك بشكل ممتاز وبدون مشاكل العدسة عندنا دامة بعد بؤري ثابت فمعناها عندنا هي شارب ومعروف عدساتي أصلا الماكرو بالحدة القوية في العدسات بالتالي هنا حتاخد شارب قوي جدا فبالتالي إذا جيت تصور مثلا بورتري أو تصور ماكرو وحترق أنه عندك حتى لو فتحة العدسة خليتها على سبعة أو أربعة أو تسعة حترق أنه في عزل وفي حدة حدة قوية العزل لأن البعد البوري عالي جدا 105 وبرضو البعد البوري الثابت يعطيك حدة قوية جدا في العدسة طبعا الحدة أنا أشوف أنه كلما كانت الفتحة أوسع الرقم أقل هيكون معايا هنا في هذه العدسة الحدة جدا قوية والعزل جدا قوي طيب العدسة تفيد مين؟ العدسة طبعا بشكل أكيد هتفيد اللي يحبه تصوير الماكرو زي الحشرات زي مثلا الذهب الفضل عملات المعدنية اللي حابين يصوروا أدق التفاصيل في بعض الأمور الصغيرة هذا العدسة تناسبهم غيرهم ممكن برضو محابين تصوير المنتجات والعطعمة ممكن تفيدهم إذا حابين تطلعوا بأدق التفاصيل للمنتج هذا العدسة حتفيدكم شيء آخر الشاك تصوير بورتري شيء أكيد هذا العدسة حتكون مناسبة لأن البعد البوري 105 يعطيك تفاصيل للوجه بشكل أوضح وأكثر واقعية وبشكل جميل والحدة في العدسة جدا ممتازة بالتالي تعطيك شارب في الصور فإذا كنت من عشاك تصوير بورتري أو حياة الشارع أشوف أن هذه العدسة برضو حتكون مناسبة جدا لك من عيوب العدسة وأنا ما أشوفه عيب لأنه ما واجهت هذه المشكلة لكن العيب الموجود في العدسة أنه بدون مانع اهتزاز داخلي لك إذا الكاميرا كانت فيها مانع اهتزاز داخلي فما رح تواجه هاي مشكلة مع المانع الاهتزاز سيكون الشغل معك سليم وتأدي الغراط معك بشكل كامل وبدون مشاكل طيب خلونا نطلع وناخد جولة ونلتقط الصور البرتري في الشارع ونشوف نتاج العدسة ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبس كده تكون حلقاتنا انتهت أتمنى أكون أفدتكم وأتمنى أنكم استمتعتوا في هذا الفيديو لا تجسوا تعطوني اللايك وتشتركوا في القناة اللي ما هو مشترك ونتقابل في فيديو جديد أنا نواف فأمان الله ترجمة نانسي قنقر